وقبل ما نبدأ بتفاصيل اكثر بعرفكم عن نفسي للاول مرة بشوفني او الناس اللي من نمتنا جديد ومعمرهم حضروا معنا اي ترينيج انا عدا القواسمين الدكتورة في النسائي والتوليد بس ضمن اطار الامبريولوجي يعني بالنهائي علم اجنة وخلصت ماستر ايه طبعا الدكتورة من جامعة السنية في هونغ كونغ لسه مش زمان خلصت تقريبا 15 عشرة كان اخر يوم او موعد اصدار الشهادة وخلصت ماستر من جامعة دندي في سكوتلند في بريطانيا كماستر كان او امبريولوجي and assisted conception من جامعة دن زي ما حكيت خلصت في 2016 اشتغلت تقريبا سنتين كامبريولوجيست في الاردن قبل هي كنت خلصت باكالوريوس من جامعة العلوم التكنولوجيا الاردنية من 2009-2013 كعلم طبيعي مخبري فهاي الناحية الاكاديمية من حياتي اما الشغل عندي خبره سنتين في مجال اطفال انابيب اشتغلت في مركز اخصاب وحاليا بشتغل في مركز اخصاب هذا بشكل عام عني رح ان شاء الله اليوم نعطيكم مقدمة بسيطة يعني لحد حابب يدخل في هذا المجال لحد حابب يتعلم يكمل ماستر او يشتغل كامبريولوجيست لكن بده شوية معلومات بسيطة تساعدوا على انه يدخل في المجال تساعدوا على انه يفهم هل هذا الاشي اللي انا بديه ولا لا بدل ما يدخل في المجال بعدين يحكي انا شو دخلني هون طلعوني فهي هيك الفكرة فمش هنحكي تفاصيل كثير كثير عميقة لكن اساسية او ممكن نحكيها لأي حدا حابب يدخل في المجال فالهدف من هون انه انا الفت انتباهك للاشياء المنيحة والمش منيحة في مجالنا فانت بنانا عليها بكون عندك قدرة تاخذ قرار اكثر يعني او اصح فببساطة لما بنحكي او التناسل عند البشر او بشكل عام التناسل الجنسي بحتاج لذكر وأنثى وهذا الذكر والأنثى سيعطونها جاميتات بالنسبة للأنثى سيعطينا البويضة وبالنسبة للذكر سيعطينا الحيوان المنوي وبعد هيك تندمج هاي الجاميتات مع بعض عن طريق عملية التخصيب وتنتج يعني يصير فينا دي اناي للسبير مع دي اناي للبويضة ويندمجوا مع بعض كونونا بويضة ملقحة بعدين هاي الخلية تنخسم عدة انقسامات وتكون عنا يعني مضغة وبعدين يصير في عملية الالتصاق وتكون عنا المشيمة وبعدين كل مراحل الحمل لغاية الولادة فعملية التناسل هي عملية بيولوجية الهدف منها او يعني من ناحية بيولوجية نحكي نواحي انسانية ودينية وايشة اخرى بنحكي من ناحية بيولوجية هي عملية نقل دي اناي يعني مادة وراثية من الام والاب اندماجها مع بعض وبطلع عنا جنين يعني نقل الجينات من الاباء للابناء ومنهم الابناء او هكذا يعني عملية تناسل فنقل السلالة الوراثية او المادة الوراثية بالسلالة عشان يصرفي عندنا عملية بحاجة لذكر وانتا بحاجة لجهاز تناسري انثوي وجهاز تناسري ذكري وسبحان الله يعني الجهازين مصممات حتى يقوموا بالوظيفة اللي هي عملية فاحنا عند الجهتين بدنا جاميتات بنحكي عند الدكر عم نحكي عن الخصية وين بتم عملية انتاج الحيوانة المنوية وبعدين مش بس عملية انتاج احنا لو انتجناهم وخلص ما حنستبد منهم بدنا عملية النقل وبالتالي فيه الجهاز التناسل الذكري حتى يصير فيه عملية اخراج لحيوانة المنوية وبالتالي يقدروا يكملوا طريقهم باتجاه البويضة عند الانثى بنحكي عن الجهاز التناسل الانثوي راح في البداية يكون الطريق اللي هو مثلا من المهبل لعنق الرحم للرحم وباتجاه قنوات فلوب بالمكان اللي ممكن تكون موجود فيه البويضة بعد عملية الابادة في المكان هذا تقريبا هتكون الحيوانات المنوية توصل للبويضة وتعمل لها عملية التلقيح بعد ما تلقحت ما خلصت العملية بدنا هاي البويضة الملقحة تنزل للرحم طبعا بعد خمس ايام لست ايام من الانقسامات من عملية التلقيح يعني راح يوصل الجنين للرحم وبعدين يصير عملية الانغراس وتكمل الرحلة اللي هي تقريبا اربعين اسبوع هاي هي عملية الحمل بشكل عام فاحنا مننحكي مثلا انه احنا خلان يعني نشبهها بانك احنا منننخبوذ كيكة تمام فاحنا بدنا الانغراديينت تابعونهم المكونات بدنا حيوان المنوى بويضة بدنا نخلطهم مع بعض فبدنا نجيب الخلط بعد ما نتأكد من تجانسهم راح يصير في انه نتركهم في البيكينج الوين أو الحاضنة وهو انه يحكيونا عن اليوتروس اللي حيقود فيها فترة كثير طويلة بعدين يطلع عنا جنين والهدف دائما من عملية التناسل انه يطلع عنا مولود سليم هذا يكون انه نحصل على مولود سليم من ناحية كروموسومات من ناحية ما في مثلا اي اختلالة كروموسومية او جينية فهذا الهدف تماما دائما سيكون بالنسبة انه في عملية بدنا نرجع كثير للبيولوجي ونتعلم الاساسيات عشان نقدر نفهم الامور بعدين كل خلايا جسمنا بتتكاثر عن طريق عملية الميتوسز يعني مش تتكاثر بنحكي تنقسم يعني تتكاثر من ناحية العدد بيكون في عنا خلية واحدة فيها ستربيين كروموسوم هذا ستربيين كروموسوم رح يتضاعفه بعدين تنقسم الخلية لخليتين طبق الاصل عن بعض العملية بتمر في عدة مراحل مراحلة الانترفيز الانترفيز هي المرحلة التحضيرية خلايا نحكي اللي هي بصير فيها عملية التراس للكروموسومات بدل المهمة يعني الكروماتين يعني الانترفيز بيكون مفلوت اكثر مش متراس على بعضه بصير في عملية التراس بعدين عم نحكي في عنا الكروموسومات عم بصير لها عملية وبيطلع عنا بعدين رح يصير فيه بريكيج للنوكلير انفلوب يعني نفصل الكروموسومات عن بعضه وبالتالي صار في عنا كما نشوف هون في الصورة عم نحكي عن خلية مكونة من 46 كروموسوم بعدين صار في عملية لدي انا فصار في عنا بدل ما ان 48 كروموسوم صاروا كم اربعة و... انا اللي هسا صارت ادخل بال 46 كروموسوم صار 92 بعدين بدهمين قسموا لبعض ويرجع عنا 46 كروموسوم كيف عملية الانقسام بتتصير هاي الكروموسومات بتصف على المتافيز هو عبارة عن خط وهمي عشان لك نسميها المتافيز بعدين في عنا الاتراف الاتراف بعدين رح تطلع عنا الاتراف تسحبهم عن بعض وبالتالي صار في عنا مجموعة من الكروموسومات هون ومجموعة من الكروموسومات هون بعدين حتصير عملية السايتو كينيسيز اللي هي عملية انفصال السايتو بلازم انفصلت عنا خليتين عن بعض هاي كونه لاثنين ليش ايدنتيكال؟ لانه بصار في عملية يعني كل نسخة طلع منها نسخة متطابقة لها مطابقة بنفس الكودز اللي موجودين على الدي انا نفسها مطابقة بعدين لما صار الفصل انفصلوا عن بعض وبالتالي تكون عنا خليتين متطابقات هذا الانقسام اللي بيصير في كل خلايا جسمنا حتى في الخلايا الجنسية قبل ما تتحول لخلايا جنسية ماتشور حتى الخلايا الجنسية مثلا الخلية الام للحمايات المنوية والخلية الام للبويضات كانت بهاي المرحلة انقسمت عدة انقسامات بعدين بتفوت في نوع ثاني من الانقسام اللي هو المهم المميز عند الخلايا الجنسية عن الخلايا الاخرى هو اسمه الانقسام الميوسي او الانقسام المنصف من اسمه الانقسام المنصف احنا هنا رح ننتج خلايا بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اللي موجود في الخلية الأم بشكل عام احنا رح نحكي عن خلية صار فيه بعدين انقسمت لخليتين بس هنا رح يصير في اشي كثير مهم رح نحكي عنه هسا شوي بالتفصيل بعدين هاي الخلية رح تنقسم لخليتين فينتج عنه من الخلية الواحدة رح تعطينا اربع خلايا بس الفرق هون انه في عندي سنجل ست في كروموسوم يعني 23 كروموسوم مش 46 كروموسوم في عملية هي المميزة بتصير في مرحلة الميوسز 1 فنحكي بالتفصيل كيف بتصير عملية الميوسز طبعا الانترفيز هي بتصير عند كل الخلايا اللي بصير فيها انه هال دي انا بصير له عملية تضعف بس احنا نتذكر انه كل الكروموسومات اللي في جسمنا كان عبارة عن جزء منها اجا من السبير حيوان المنوي وجزء منها اجا من البويضة صح لما اندمجوا مع بعض اصار في عنا الكروموسومات فمثلا احنا بنحكي انه 23 كروموسوم 23 اجوا من ثلاثة عشر زوج تواج 23 كروموسوم اجوا من الام 23 اجوا من الاب عنا الكروموسوم رقم واحد واحد اجوا من الام واحد ابات أجوا من الاب حسنى فنعتبر انه احنا خلايان بس فيها كروموسوم واحد رقم واحد اجى النسخة من الام ونسخة من الاب فهاي شغلية المميزة اللي بدا تصير في pendant هي اللي بتخلي يطلع عنا جاميتات مختلفة عن بعض من ناحية الكودز لكن فيها نفس عدل الكرومثومات إذا تمت بالشكل الطبيعي بعد عملية الانترفيز صار في عملية تضاعف للديني بصير في عنا مرحلة البروفيز في مرحلة البروفيز اللي بصير فيها الإشي المهمة بالطبيعي عندما نتحدث عن الخلايا العادية أي خلايا في الجسم عندما نتحدث عن كرومثوم واحد وهي النسخة عنه صح صار في عنا الواحد صار لتضاعف للاثنين حس بدل ما تصفطوا على المتافيز الليين يصبح عندنا كرومثوم رقم واحد جميع اللي جايات من الأم هذا ما نتحدث عن كرومثوم رقم واحد الضاعف من الأب فصار عندنا اثنين ومن الأم اثنين عندما وقفوا جميع بعض بصير في عملية او هنا بصير في تبادل في جزء من الكرومثومات هذا بأخذ هذا وهذا بأخذ ذات فبنتج عنا عدد مختلف أو تركيب مختلف للكرومثوم نفسه بعض الشيء الصورة صارت واضحة لكن هون نحكي صار في عنا هذا كرومثوم نعتبر هذا الكرومثوم رقم واحد اللي جاي من الأب وهذا اللي جاي من الأم عندما دخلنا في مرحلة البروفيز بصير في عملية التبادل ما بينهم فالجاي من الأب بأخذ شوي من الجاي من الأم واللي جاي من الأم بأخذ شوي من الجاي من الأب بعدين لما ينفصلوا عن بعض بنفصلوا الـ لجهة و لجهة في مرحلة الأنافيز فبنهاية مرحلة الأنافيز بطلع عندي خليتين كل واحدة فيها يعني كعدل الكرومثومات نصف العدد الأول ولكن المميز هون ان كل الكرومثوم في تمام واضح الصورة بعدين في الميتافيز 2 أو الميتافيز 2 شو اللي بصير في عنا ما بصير ما بيدخله في مرحلة انترفيز يعني ما بصير في الوضعه في الديناي فاحنا عنا توستور كروماتيد هذول توستور كروماتيد رح ينفصلوا عن بعض ويصير عملية الـ وبالتالي ينتج عنا كل خلية من هذول رح تنتج خليتين وبالتالي في النهاية عنا أربع أربع حيوانات منوية أو بويضات بنحكي عن جاميتات هون سواء حيوانات منوية أو بويضات كل واحد فيهم بيحتوي على تركيب مختلف عن الثاني نفس عدد الكرومثومات لكن ايش اللي داخل الكرومثوم الكودز اللي موجودة جوه الكرومثوم بتختلف من واحد لواحد عشان هيك احنا بنختلف عن إخوان ما بنجي نسخة طبق الأصل عن إخواننا لأنه فيه اختلاف بسيط اللي هو صار أثناء عملية التبادل في مرحلة الـ تمام؟ هلأ بنحكي عن عملية الـ سبرماتوجينيسيس هي عملية إنتاج الحيوانات المنوية رح نحكي عنها من ناحية بيولوجية طبعا هي عملية معقدة جدا ما بنعرف عن تفاصيلها ما بنعرف عنها معلومات إلا قليل كثير بس بنعرف مثلا بشكل عام شو اللي بتحكم فيه كل خطوة فيه كثير شغلات بالنسبة انها مجهولة ما بنكدر نعرف اش هي بس من ناحية المبدأ رح نحكي فيه عنا الـ الخليل الأم للحيوان المنوي رح تتكثر تزيد في عددها عن طريقة عملية الـ بعد سلسلة من الـ الانقسامات المتساوية رح تدخل في مرحلة الميوسز أو الانقسام المنصف لما تزدخل في المرحلة الانقسام المنصف رح تمر في المرحلتين الميوسز 1 نتج عنها خليتين والـ الميوسز 2 بانتج عنها صار أربعة وبالتالي الخلية الواحدة نتج عنها أربعة فهي الأربع خلايا بعدين بتمر في مراحل النضوج يعني فصار في عنا حيوان منوي هو لساته كرة هو عبارة عن خلية ما إلوذيل ولا في نك ولا أي شيء بعدين بتصيرها عملية النضوج اللي هي السبرميوجينيسز في السبرماتوجينيسز هي كعملية شاملة بتنقسم إلى ثلاث مراحل الميتوسز اللي هي عملية زيادة عدد الخلايا بعدين الميوسز اللي هي الانقسام المنصف وبالتالي بطلع عنا خلايا حاملة لنص عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم والمرحلة الثالثة هي السبرميوجينيسز السبرميوجينيسز عملية تخلق الحيوان المنوي وبالتالي بنتقل من صورة خلية دائرية إلى حيوان منوي وإلوذيل بنتقل لمرحلة السبرماتيدس بعدين بصير فيه يطلع عنا التيل ما رح ندخل بتفاصيل التكوينية وشو بتحكم في هذا الموضوع من ناحية جينية وهيك لكن بشكل عام عملية السبرميوجينيسز أو من ناحية إنتاج البويضات من درجة الهرمونات المنوية هي عملية هرمونية تحكم فيها عدد كبير من الهرمونات وأهمهم نحكي عند النساء نحكي عن أستروجين وعند الذكور نحكي عن تستستيرون في عدد كبير من الهرمونات أو موضوع تحكم الهرمونات في عملية التناسل عشان ما نخلي الموضوع مؤقتل نحن نعطيكم مفاهيم بسيطة تعطيكم معنى لهذا العلم نفس الأشي من ناحية البويضات لكن ناحية البويضات عم نحكي عن ممكن تسلسل أطول شوي وعم نحكي عن أكثر تعقيد طبعا بشغلة مهمة من ناحية الـ عملية إنتاج الحوانات المنوية متى بتبدأ? هيكون في حالة سكون تام ما هيكون في عملية ما يسز ولا ما يتوسس في الخصية لغاية سن البلوغ رح تبلش عملية الإنقسامات عشان هيك عند الدكور تبلش عملية إنتاج الحوانات المنوية عند البلوغ وتستمر نظرياً لغاية الوفاء بيظل في قابلية لإنتاج الحيوانات المنوية عند الدكور وعملية إنتاج الحمالات المنوية نعرف أنها تأخذ فترة طويلة، تقريباً 6 شهور عشان ننتج عنها حيوان منوي، يعني الحمالات المنوية اللي شفناها اليوم مثلاً لو أحد أعطى عينة، الحمالات المنوية اللي شفناها اليوم، هذه فعلياً بدأت في الإنتاج قبل 6 شهور فهذا يعطينا معلومة مهمة، لو نحن نطلع على علاج واحد عم يأخذ علاج ما رح نستنى منه بعد أسبوع أو أسبوعين يصير في تحسن خرافي خاصة لما نحكي عن ناحية مثلاً عدد أو أشكال، ممكن الحركة تختلف بعد فترة بسيطة لأنهم الموجودين بس عرضناهم لشوية مثلاً فيتامينز، ممكن تتغير الحركة بصورة أسرع من مثلاً العدد والأشكال لأنها تعتبر لها علاقة أكثر في مسألة تخلق الحمالات المنوية أو عملية إنتاجها فهذه المعلومة بس عشان نعرف أن عملية إنتاج الحمالات المنوية بتأخذ فترة طويلة أما بالنسبة للبويضات، فهي البويضة لا تكبر لحالها، هي داخل حويصلة وهذه الحويصلة فيها مجموعة من الخلايا، لن ندخل بتفاصيلهم ما يشمي، لكن تعتمد على وجود الهرمونات قبل مرحلة البلوغ، طبعاً الأنثى بتولد في عدد معين من البويضات، وإذا لا تخسرهم لغاية سن البلوغ تقريباً بكون ضايل مليون، اثنين مليون، أو حتى أقل نصف مليون بويضة، بتنولد بمليون أو مليونين فلما تصل لسن البلوغ، بكون مش ضايل عدد كثير كبير من البويضات، بتكون خسرتهم ليش؟ لأنه ما فيه هرمونات بهذه المرحلة، تقدر تحافظ على البويضات، أو يصبح في عملية إبادة، فهي في عملية خسارة دائمة لهذه البويضات أثناء حياتها من قبل سن البلوغ، بعد سن البلوغ، حيصير فيه تطور لهذه الحويصلات، ليش؟ لأن الحويصلات لا تستطيع توصل لأكثر من هذه المرحلة، لسا ما وصل لمرحة لما تكون لسا البنت قبل سن البلوغ، بعد سن البلوغ، حيصير فيه هرمونات تنشيط للنظام الهرموني من ناحية من ناحية اللي هم أو اللي هو بطلع من بروح على بظلع على بظلع على والأفاسات والأفاسات بروحوا على المبيض، بحفزوا إنتاج البويضة، بحفزوا عملية فهي عملية هرمونية، حكم فيها هرمونات، بنتج عنها عملية لبعضة مناش ندخل بال خلنا نحكي عن إنتاج البويضات فهي نفس الفكرة اللي حكينا عنها في الحاملات المنوية عم نحكي عن عملية الميتوسيز، الميتوسيز صارت أثناء وهي لسا في في الرحم، لسا البنت في بطن أمها تكون عندها المبيض وتكون خلص كل البويضات اللي ممكن تحصل عليها على الأسبوع العشرين بتوقف عملية الميتوسيز وخلص بدخله في الرست ممكن بعض البويضات تحاول تتكمل، تتشاطر يعني فبتخسر، بتموت فما هتوصل لأي مرحلة، راح تموت لأنه ما فيه هرمونات هسا متى بتوقع، فيه عمليت Vi بعدين بصير عملية أو يعني سيستر الكروماتيد بشتركه مع بعض بعدين بصير عملية بتبادلوا بعض الكروموسومات زي ما حكينا عامة منوية بعدين بنفصلوا الكروموسومات عن بعض اللي جاي من الام و اللي جاي من الاب بنفصله عن بعض بعدين كل سينجل الكروماتيد بنفصله عن بعض وبالتالي بطلع عنا في هاي الحالة احنا بنحكي عن بويضة واحدة تخيلوا الفرق احنا بنحكي عن الحيوان المنوي الخليل واحدة طلعت اننا اربع حيوانات منوية لكن عند البويضة شو بصير اول انقسام بيطلع الفرست بولر بادي او اللي هو الجسم القطبي الاول فنص عدد الكروموسومات طلع في البويضة فعليا والجزء الثاني في اشي بنسميه البولر بادي او الجسم القطبي بعد ما تم عملية الميوسيز تو يعني تكمل عملية الانقسام الثاني الميوسي بيطلع عنا السكند بولر بادي وخلاص وهنا صار في عندنا خلية واحدة اللي هي البويضة وفيه سكند بولر بادي لكن عند الاناث هذا الموضوع شوي معقد وفيه عدة مراحل توقف فالبنت ممكن يعني لغاية سن البلوغ ما بتوصل يعني قبل سن البلوغ مستحيل توصل للميتافيز 2 او يصير في بويضة ناضجة مع وجود الهرمنات رح نحكي الخلية بتكون كل الخلايا من قبل مرحلة البلوغ او يعني وهي لسه في بطن امها هتكون موقفة على البروفيز 1 بتوقف على البروفيز 1 ما بتكمل الا بعد ما توصل لسن البلوغ بعد سن البلوغ نتيجة لنضوج الحويصلات ونضوج النظام الهرموني رح تكمل بالبروفيز متافيز انافيز تيلوفيز وتدخل لمرحلة البروفيز 2 اوكي وحتكون هي وقفت ما حيصير في عنا يعني تدخل لسه في مرحلة الميتافيز 2 وتوقف ما حتكمل عن الميتافيز تخلص البروفيز 2 وتوقف هيك احنا بنكون شايفين البويضة في المختبر بها المرحلة شو بتكون هي عبارة عن او انا بقى اشتري في المكان الغلط ام نحكي عن هون هذه البويضة هي عبارة عن بس ها رح نتخيلها ايش عبارة عن بويضة لكن معاها هون رح كن في عنا هون مش بس بويضة هسا رح نفرجكم كيف يكون شكل بويضة المهم بعد الانقسام الثاني متا بصير الانقسام الثاني متا بتكمل مرحلة الانقسام الثاني بس بصور عملية التلقيح حيوان المنوي يصبح عملية تنشيط لعملية تكمل عملية وبالتالي ينتج عنا الجسم القطب الثاني وبصير في عنا بويضة ملقاح عندما نرى البويضة في المختبر لكي نستطيع أن نربط ما نرى من ناحية ما نرى في الواقع أول صورة هنا تعبرنا عن ما هي الجي في؟ حكينا عن نيوكليوس هي مبينة لا أعرف كيف أشتري لكم عليها وهي هون هي عبارة عن نيوكليوس يعني لسه ما صارت عملية الانقسام الأولى عشان يطلع عنا الجسم القطبي هاي المرحلة اللي هي بين البنين يعني لسه ما صار الانقسام نسميها لسه بالميتافيز زي ما حكينا هون في عنا راح النيوكلير انفلوب فبطلنا شايفينه البروفيز هي الجي في هو عبارة عن الجير من الفيزيكل اللي حوالين الكروموثومات بس طورت البويضة شوي يعني دخلت في مرحلة الام وان راح هي دخلت في الميتافيز فاحنا هون ما بنقدر نشوف اي شيء ما في نيوكلير انفلوب عم نشوف في بويضة بس ما بنقدر نميز انها مثلا في مرحلة الميتافيز وان او الانافيز لانه هون سعب نقدر نحدد بس ممكن من شكل السيطوب لازم نشوف صار في شوية انبعاج فممكن ان يعني نقدر نتوقع انها قربت اصير اما من ناحية اما من ناحية جاي من كلمة اللي عبارة عن خلية ثانية ما في عندنا اختفت وصار عندنا شوفنا الفرست بولر بدي بره فاحنا هون عم نحكي عن هي عبارة عن خلية وعنا الجسم القطبي الاول طلع فاحنا نتخيل الموضوع ذلك هاي عمنا عبارة عن موجود فينا بعدين بس تكمل عمل ودخلت بالميتافيز احنا هنبطل شايفين اشيء بس اتكمل الانقسام الاول هنشوف الجسم القطبي الاول هون بنحكي انها دخلت بالميتافيز 2 وهي الامتو او سايت او الماتشور او سايت طيب خلصنا وصار في عنا حيوان منوي وصار في عنا بويضة في العملية المهمة جدا وهي عملية التلقيح عملية التلقيح بالان فيفو بالجسم كيف حتصير هنحكي الحيوانات المنوية رح تنطلق باتجاه البويضة رح تخترق عنق الرحم وتنتقل من خلال الرحم لقناة فالوب وتوصل لمنطقة التلقيح محل موجود البويضة وتتلاقى مع البويضة هسا هاي المرحلة كل اياتها كوم واللي حيصير بعدين يعني كوم ثاني موضوع شوي معقد لكن ببساطة الحيوان المنوي رح يصير له عملية او يكتسب قدرة على اختراق البويضة من ناحية انه بصير قادر على انه يعمل او يفرغ البروتينات اللي موجودة بالرأس تبعه حتى يفكك او الخلايا اللي حوالين البويضة ويقدر يدخل لها عن طريق الزونة بلوسيدة او الجدار الخارجي للبويضة بس يخترق البويضة رح يلتصق في الـ OLM وبعدين فعليا هو الحيوان المنوي ما بيدخل جوا عملية الالتساق بصير فيه كما احنا شايفين هون يعني الجدار الخلية تبع الحيوان المنوي مع جدار البويضة بندمجه مع بعض وبالتالي بتدخل المادة الوراثية او DNA داخل البويضة وبعد هاي المرحلة بصير فيه عملية بتسكر ممنوع يدخل حيوان منوي ثاني فهي عملية فيها كثير من التفاعلات الكيميائية او اللي بتمنع دخول حيوان منوي ثاني بس يدخل الحيوان المنوي للبويضة بصير فيه عملية لعملية زي ما حكينا انه هي اصلا تكون واقفة على لغاية وصول الحيوان المنوي ودخوله او نحكي اندماجه مع البويضة بتصير عملية اكتيفاشن للميوسيس 2 وبتكمل البويضة شو اللي بعمل اكتيفاشن للميوسيس 2 يعني ببساطة بصير في يعني تصاعد في الكالسيوم بصير في عبارة عن موجات من الكالسيوم من داخل ومن خارج البويضة من مصادر داخلية جوة البويضة برتفع الكالسيوم كمان من البيئة المحيطة في البويضة وبالتالي بصير عملية اكتيفاشن او تنشيط لعملية التلقيح وبالتالي هون شو رح يصير رح تكمل عملية رح يطلع الجسم القطبي الثاني فصير في عنا بويضة عبارة عن في عنا جسمين قطبيين وموجودة عنا اللي جاية من من الام واللبرونيوكلي اي او قبل ما يندمجوا مع بعض ويكونونا خلية واحدة بعدين تنقسم هاي الخلية لخليتين نتعرف على الاندرولوجي احنا هيك خلصنا بشكل عام مثال التناسل بس لما بنحكي عن موضوع الاندرولوجي الاندرولوجي هو العلم اللي بيختص بدراسة الامراض اللي بتصيب الذكورة او الذكور من ناحية مثلا الشكل الوظائف او من ناحية الاناتومي التشريح يعني واي اختلال سواء هرموني او كروموسومي او اي اختلال بنتج عنه مشاكل تتعلق في سواء مثلا كان في خلل كروموسومي ادى لعدم وجود خصية فهذا نعتبر من ضمن مجال دراسة الاندرولوجي فاحنا بنهتم بعلم الذكورة فقط. من ناحية يعني كيف احنا بنقيم طبعا واحدة من الاشياء مش الاشياء الوحيد لكن من الاشياء الاساسية اللي بنستخدمها حتى نحكي انه هذا الشخص عنده تأخر حمل او في عنده اسباب لتأخر الحمل ولا لا انه نعمل فحص السأل منوي وفحص السأل منوي من زمان ممكن بعملوه وكان في كثير محاولات لتنظيمه وبالتالي لما نعمل فحص السأل منوي نكون نعمل بطريقة الصحيحة وبالتالي لو قارن نتائجنا مع ناس تانين نقدر ناخد نتائج يعني نقدر نقارنها في بعض فاول اصدار من منظمة السلحة العالمية كقايدلاينز او يعني طرق حتى نستخدمه في فحص السأل منوي كان بعام 1980 بعدين صار فيه عدة تحديثات اخر اصدار هو ب 2021 اللي قبله 2010 و 1999 وهكذا اصدار السادس هو اخر اصدار صدر السنة الماضية ما فيه تغييرات كثير كبيرة عن الاصدار اللي قبله فإحنا رح لما بنحكي بدنا نعتمد على إذا حنطبق الـ يفضل دائما نأخذ الـ يعني الأقدم منه بالـ 2010 فمنحكي عن فترة كثير طويلة فيفضل إذا عم نعمل فحص السأل منوي نقرأ الـ أو الـ الجديدة اللي هو اخر اصدار بناء عليها احنا بننعمل فحص السأل منوي نحكي بخطوات بشكل عام أولا بدنا نسأل المريض أو نعطي المريض بعض التعليمات عشان يعطينا عينة سأل منين في البداية منطلب أن يكون فيه امتناع تقريبا من ثلاثة إلى خمس أيام بس ممكن يومين أو سبع أيام بالكثير عشان ليش طب ثلاثة إلى خمس أيام لأنه مشافوا من خلال الدراسات أنه يعني لو صار فيه يعني جمع عينة أو قدف أو استمناء بعدين استنين كمان ثلاث أيام سيكون الأرقام متقاربة أكثر من أنه واحد عامل بعد يومين وبعدين بعد سبع أيام الانتظار الطويل أو الامتناع الطويل عن الجماع أو إعطاء العينات أو الاستمناء سيعطي عدد يعني ممكن يختلف من ناحية الحجم من ناحية العدد من ناحية الحركة فهي الاختلافات يعني عشان نوحد الاختلافات نوحد القيم دائما فمنحكي من ثلاثة إلى خمس أيام هو الحد المطلوب فهي واحدة من التعليمات شغلة ثانية من يطلب المريض أنه يتأكد من جمع كل العينة ولو خسر أي جزء منها يخبرنا فيها شغلة ثالثة نتأكد أنه إحنا كاتبين مثلا الاسم أو آي دي خاص في هذا المريض عشان لما سلمنا العينة نحنا نكون متأكدين أن هذه العينة يعني تابع لهذا الشخص والأفضل أنه يجمعها بغرفة داخل يعني قريبة من المختبر أو داخل المستشفى حتى إحنا ما يكون في تأخير في عملية نقل العينة لكن اللي أبدأ يجمعها في البيت لازم يوصلها للمختبر خلال نص ساعة كمان نشوف تعليمات أنه لو في أي جزء من العين يخسره أثناء الجمع يخبرنا لأنه ممكن لو خسر الجزء الأول أو الثاني أو الأخير ممكن يأثر على فحصها المنوي خلينا نعطيكم بس فكرة بسيطة ليش إحنا بهمنا إذا خسر الجزء عاملة إنتاج الناس المنويه وانساء المنويه بشكل عامل الانتاج لحيانات المنويه بصير في الخصي لكن السائل المنويه ليش في الخصي سبعين بالمية من السائل المنوي اللي ب Shu مليان في حيوانات منويه بعدين جاي من البرستات يدفع كل شيء. فالكمية الأبسط أو أول كمية في القدف هي اللي فيها أعلى تركيز من الحيوانة المنوية. فلو شخص فقط الجزء الأول هون هو خسر فعلياً كمية كبيرة من تركيز الحيوانة المنوية فهاي لازم نحن نكون مسجليها نكون مخذين بعين الاعتبار انه فعلياً خسر الجزء هاي مش العينة الحقيقية. فممكن يعيد عينة او يعطي عينة اخرى في موعد اخر. طيب نعتبر اجرت عنا العينة شو رح نعمل اولاً بدنا نعمل ماكروسكوبك اكزاميناشن فرح نشوف العينة طبعاً بعد ما نتركها لنص ساعة بنعمل فحص لموضوع اللزوجة. فحص اللزوجة جداً سهل احنا رح نستخدم مثلاً ممكن عنا سيرنج او بايبت ونحاول نسحب العينة وننزلها دروب باي دروب اذا عم تنزل على شكل نقاط فهذا طبيعي انه خلاص صارت اخذ هي وضعها سائل فهذا الكلام طبيعي. اما اذا كانت تنزل على شكل خيوط ويعني فيه لزوجة عم تموت فهذا بنعتبر انه فيه مشكلة لازم تتعالج. نحط بالتقرير انه فيه لزوجة. طبعاً لو في عنا لزوجة ممكن نستنى اكثر من نص ساعة بشوية ممكن نحاول انحنا نفكها عشان احنا بالنهاية بدنا نقرأ. صحيح حنكتب التقرير انه هي فيسكوس لكن بالنهاية احنا نقرأها مش هنقرأها هي فيها لزوجة عشان رح تأثر على مثلاً على الحركة. فاحنا حاول نفك اللزوجة ممكن باستخدام طرق ميكانيكية عن طريق السحب والتنزيل يعني بس نسحب ونرجع لعدة مرات. ممكن تفصل او ممكن انضيف مواد ميديا مثلاً من المختبر حتى نفك الفيسكوسيتي او نخليها سائلة. فهاي بشكل عام حكينا عن الفيسكوسيتي حكينا عن الفوليوم من قصة الفوليوم. عم نطلع على لونها مثلاً لو شفنا لون غريب مثلاً لونه على احمر ممكن انشوك مثلاً في وجود دم. او لون الطبيعي منحكي هو ابيض قشي يعني او ابيض ميل للصفار هذا اللون الطبيعي. اما لو شفنا الوان غير طبيعية هنا ممكن احنا نحكي انه والله شفنا هذا اللون في التقرير وكل شيء يعني كل لون ممكن يعبر عن شغلة معينة. الريحة لو كان في ريحة ما في يعني نجي نحكي ريحة هاي نور ملل السائل المنوي. لكن ممكن يعني اذا ريحة بتكون هيك منفرة كثير هنا بنشوك في وجود شيء. لانه مثلاً ممكن شو شارب الشخص شو ماكل تأثر على ريحة السائل المنوي. لكن ما مني اقدر نعتبرها ايش كثير غير طبيعي الا اذا كانت ريحتها منفرة جداً. يعني يعني لو كن في التهاب كثير ممكن ان شم ريحة تكون سترونج. هاي من ناحية ماكروسكوبك. بعدين رح نحط عينة على ماكروسكوب. ممكن نشوف الموتيلتي فاحنا هون عم نشوف الحينية المنوي كيف هم تحرك. يعني فحص الموتيلتي هو نقدر نعتبره من السهل الممتنع. احنا رح نعمل وتبربراتيشن فعنا سلايد. احنا نحط كمية من السائل المنوي طبعاً لازم على ايش احنا مستخدم شور سلايد. وقداش حجم الكفر سلايد باختلف الفوليوم. بس بشكل عام احنا هون عم نشوف حيوانة منوية عم تتحرك. فكيف احنا بنحدد الموتيلتي بنشوف كم منهم امام بتحرك. وبنعد كم اللي ما بتحرك بالمجمل قديش بنطرح اللي بتحرك على المجموع كامل. او بنقسم اللي بتحرك على المجموع كامل بطلع عنا نسبة الحركة. حسب WHO المفروض احنا نشوف النوعية الحركة. إذا بنا نعمل ريبورت على الاربع حركات اللي هم فاست وسلو بروغريسيف و امو تايل او سوري. فاست وسلو بروغريسيف و نن بروغريسيف وبعدين عنا الامو تايل. الفاست بكون عم بتحرك تقريباً اكثر من خمس. يعني الرأس الحيوان المنوي حجمه خمسة مايكرون. اذا الحيوان المنوي عم يقطع مسافة بتتجاوز خمس اضعاف رأسه. هوا منعتبر فاست بروغريسيف. اذا من مساحة رأس لخمس روث منعتبره سلو بروغريسيف. اذا الحيوان المنوي مش عم يتحرك. مش عم يعني يغير موقعه. هو مكانه بس بيحرك ذيله او بيحرك رأسه. مش عم بيغير مكانه. هذا منعتبره نن بروغريسيف. لكن لساته مو تايل لانه عم يتحرك. عم بيفرجينا انه انا عايش. الباقي بيكون امو تايل. انه هل هم عايشين. بس مش عم بتحركوا. ولا مش عم بتحركوا لان هم ميتين. هذا السؤال مهم نجاوب عليه. لما نشوف العينة فيها الموتيلاتي كثير واطية. طيب لما بنعمل كاونت. طبعا في عدة طرق لعد سائل المنوي. ممكن نستخدم الهمات سايتوميتر او نستخدم الماكلر. هم هؤلاء الافضل. لكن الهمات سايتوميتر ممكن يعطينا ادق. لما نستخدم الهمات سايتوميتر احنا عم بنعد. رح نعمل دايلوشن. يعني رح نعمل تخفيف للعينة. ونعد حملات المنويه مش عم تتحرك. فهونا بعطينا قدرة انه احنا نعد بصورة اوضح. يعني نكون قادرين فعلا نعد. بدل ما هم عم يتحركوا. ممكن يكون مرات صعب عليهم عم نعد. زي في الماكلر. اما ممكن مع الخبرة ان نتجاوز هذا الموضوع. او لو كان دقة الفحص ما بدنا هيها تكون كثير كثير شديدة. على الماكلر سيعطينا النسب او يعني كعدد قريب من اللي احنا بنشوفه على الهمات سايتوميتر. فبشكل عام لما احنا بكون في عنا الهمات سايتوميتر. نعم نتطلع على. هو تسع مربعات. المربع الوسطاني فيه 25 مربع. وكل مربع فيه 16 مربع. نعم؟ تفهمناه فهو فيه 29 مربعات كبيرة. المربع الوسطاني فيه 25 مربع. وكل مربع فيه 16 مربع صغير. احنا فعاليا شو رح نعد. رح نعد لو مثلا التركيز عندي عالي او مثلا جيت بشوف شفت في كل مربع من هذول في مثلا 40 او 50. انا بالنهاية بهم ان اعد 200. اذا مثلا عندي هون 20 رح حكي 20 في 5 رح عد 100. فأنا لازم بدي اعد اكثر مربعات. فدايما الهدف ان انا اعد 200 جيدا. حيوان منوي. فبالأول لو مثلا تركيز عالي حنعد بالخمسة هذول بس. لو التركيز منخفض ممكن نعد مثلا سطر سطر سطرين. بالأسطر اذا بلشنا بسطر بنكمله. سواء عدنا المتين او ما عدنا. يعني مثلا عدنا المتين او ثلاثمية حنكمل ما هعد نص السطر هون او القفلة. اذا بدي عد بشكل فردي مربعات هعد الخمسة الكبار كاقل حد او بدي عد سطر بسطر. بعد ما نعد فنحن هنا نشوف كيف بدنا نعد. طبعا لما بجي بدأ عد ممكن انا اعطي لي حالي بروتوكول اني امشي عليه وقالتزم فيه. فبحكي مثلا بعد اللي على الخط اللي تحت واللي على الخط الشمال بعدهم. اللي على الخط اليمين واللي فوق ما بعدهم. فبنجي بنيعد هون بنحكي. عنا واحد ثنين ثلاث أربعة خمسة لغاية تسعة مثلا وبنظن نماشيين في العدد. بس نيجي هون في عنا هذا الحيوان المنوي هذا وهذا. جيين على الخط هون. او برا الخط الثاني. احنا بس بنعدل اللي على الخط الاول. فهذه رح نستثنيهم. اللي جيين على الخط اللي فوق ما بعدهم. واللي جيين على الخط اليمين ما بعدهم. ليش ما بنعدهم عشان ما نعدهم مش مرتين. نعتبر انه انا مثلا جيت بعد هذا الحيوان المنوي. عديته وانا ماشي من فوق. لما نزلت من تحت. هو صار فوق. هعده كمان مرة هيك. انا صرت عديته مرتين. فلا، أعطي لحالي بروتوكول أنني مثلاً أعد اللي تحت وشمال يعني زاوية، فوق يمين أو تحت وشمال اللي هو، اللي بدكم إياه بس بالنهاية، أنا ما أعد الفيلد مرتين لما نستخدم الهمات سيتوميتر بدنا معادلة حتى نحسب العدد، فهي ممكن شوي نعتبر يعني مش عصعب، بس هي بتأخذ وقت أطول، بس أنا مثلاً عامل هاي المعادلة يعني حاطتها أنا عندي يعني اللي بدو إياها عادي ممكن بعطي إياها في لنك بس أنا بعد مثلاً لو نحكي كم عدينا في كل المربعات في كم سطر أنا عديت وكم الدلوشن فاكتور اللي استخدمته بيعطيني توتال كونت بالمليون فمثلاً لو نعتبر زي ما أنا المثال اللي حطته هون إذا أنا عديت 438 حيوان منوي في كم سطر في ثمن أسطر والدلوشن فاكتور استخدمته عشرين يعني أش عشرين، حطيت واحد مايكرون من السيمن مع تسعة عشر مايكرون من حيوانات الميديا اللي عم باستخدمها للتخفيف هو فعلياً ما بنعمل هيك بنعمل مثلاً بدل واحد لتسعة عشر عم نحكي مثلاً واحد عشرين عم نحكي عن خمسة لخمسة وتسعين مثلاً خمسة لخمسة وتسعين خمسة وتسعين، خمسة وتسعين فالدلوشن فاكتور اللي احنا مستخدمينه بنحط هون وبنحط الأرقام زي ما هي عم يطلع عنا المعادلة المعادلة عشان نعرف كيف انا او كيف طلعتها بنحط العدد في في عدد المربعات اللي عديت فيها في عدد الأسطر، مش عدد المربعات عدد الأسطر اللي بده هاي المعادلة يبعطيها ما عندي مشكلة او البيج نفسها اخر ايشي بنا نحكي عن يعني احنا حكينا بنشوف الحركة بنشوف العدد بدنا نشوف الاشكال الطبيعية طبعا زل ما حكيت لكم قبل شوي الرأس تبع الحيوان المنوي عم نحكي عن خمسة مايكرون حيكون حجمه وبعدين كله خمسة أربعين فكله الحيوان المنوي خمسين مايكرون هذا الحجم يعني كحيوان منوي بشكل طبيعي الرأس هيكون ناخذ شكل بيضوي يعني تقريبا هون منحكي عن ثلاثة مايكرون ممكن نكون أربعة لغاية خمسة فهو مش دائرة هو بيضوي رح نشوف لازم العنق يكون جاي في منتصف الحيوان المنوي يعني هايك لو قسمنا من هون هنشوف هذا النص وهذا النص يعني متطابق لو قسمنا من النص حياطيني وطويته على بعض وحياطيني يزيمه هيكون متطابق على بعض فهذا منحكي الهد الطبيعي من ناحية العنق المفروض يكون متواصل مع منتصف الحيوان المنوي ويكون حجمه يعني مثلا نحكي الحجم لهذا الاعتقادي وما يكون مثلا متضخم او مش مبين انه في له نك والتيل المفروض يكون في استقامة مثلا ما في ممكن يكون متعرج ما في مشكلة بس ما يكون فيه زاوية حادة يعني ما يكون مثلا في نهاية وهيك عامل زاوية حادة او الرأس مثلا يكون عامل زاوية حادة مع العنق هذا نعتبره غير طبيعي فمن ناحية الاشكال الغير طبيعية للرأس ممكن يكون عندنا الراس كبير او الراس كثير صغير بن هيد مثلا او يكون فيه عندنا دبل هيد يكون فيه عندنا ما فيه أكروزوم في الحيوان الحيوان المنوي مثلا غلوبوسوسبرميا فهو عبارة حيوان منوي ما عليه ما عليه الأكروزوم ما عليه الكاب تبعه ممكن يكون فيه عندنا خلل في العنق زي ما حكيت قبل شوي يكون الراس يعني بزاوية مثلا قائمة مش مستقيم مع العنق ممكن يكون فيه عندنا بعض الاشكال غير طبيعية موجودة في العنق او يكون مثلا بريثين مش مبين انه فيه العنق ممكن من ناحية الاشكال طبيعية للتيل او يكون فيه عندنا ما فيه تيل او يكون فيه دبل تيل او يكون فيه البنت اللي احنا نكون نحكي زاوية حادة في ذي الحيوان المنوي فهكا احنا خلصنا لليوم ان شاء الله بكرا رح نكمل نحكي عن فعليا IVF شو بصير في مختبر الاخصاب بتفاصيل اكثر فانا حاليا بدي اترك المجال للأسئلة بدي اشوف اذا